موسيقى الواقيات الجنسية المطاطية كوندومز يشغل تحديد النسل جزءا هاما من حياة كل زوج من البشر اليوم فالبطالة والكثافة السكانية والأوبئة والتلوث البيئي كلها عوامل تستدعي تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد عدد أفراد الأسرة بشكل جيد يضمن عناية كاملة لكل فرد منهم تعتبر الواقيات المطاطية إحدى أفضل الوسائل اليوم لمنع الحمل بالإضافة إلى فائدتها في الحماية من الأمراض المنتقلة بالجنس إذا استعملت بشكل صحيح الواقيات الذكرية هي غطاء رقيق يغطى به القضيب بعد الانتصاب مما يشكل حاجزا فيزيائية يمنع السائل المنوية من الوصول إلى مهبل المرأة يصنع الواقي الذكري عادة من البلاستيك أو اللاتيكس وهو نمط من المطاط أو نوع من الأنسجة الحيوانية وتشدر الإشارة إلى أن معظم الواقيات تصنع من مطاط اللاتيكس نظرا لفعاليته في الحماية من الأمراض المنتقلة بالجنس أما بالنسبة لمن يبدون تفاعلات تحسسية تجاه اللاتيكس فقد تم تصنيع واقيات من مادة تدعى البوليوريثان إلا أنها تتمزق بسهولة يذكر أن الواقيات هذه تتوافر بكافة الأشكال والأحجام والألوان وقد صنف موقع ويب ميد بعض الخصائص الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار نوع الواق الملائم الحجم تتوافر أحجام مناسبة لكافة القياسات الشكل بعض الواقيات تأتي مع حلمة عند نهايتها لتحمل السائل بعد القذف السماكة تتوافر أنواع أكثر سماكة من غيرها وهذه مناسبة جدا للجنس الشرجي وكذلك للرجال الذين يعانون من مشكلة تمزق الواقي بشكل متكرر التزليق العديد من الأنواع تأتي مزودة بمادة مزلقة وغالبا ما تكون هذه المادة قاتلة للنطاف أو للكائنات الدقيقة الممرضة والتي قد تنتقل مسببة أمراضا عديدة الطعم بعض الأنواع المخصصة للجنس الفموي تكون منكهة بطعمات متنوعة نعنى عادة اللون تتوافر الواقيات بمختلف الألوان وليس لذلك أي تأثير على فعاليتها متى يجب استعمال الواقيات عند أي اتصال جنسي يقوم به الرجل يجب أن يرتدي واقيا حتى لو كان احتمال انتقال أي مرض جنسي ضئيلا جدا مع ملاحظة أن الرجال غالبا ما يتلقون العدوى عن طريق الجنس الفموي لذلك عليهم دائما استعمال الواقيات ورميها مباشرة بعد القذف كيف يستخدم الواقي يجب الانتباه إلى عدم تمزق الواقي أثناء فتح العلبة ولا ينصح بفتحها بالأسنان أو الأظافر إلى آخره ثم يوضع برفق على القضيب المنتصب دون أن يدخل الهواء أثناء ذلك وتترك مسافة صغيرة في نهايته كي تحمل السائل عند القذف يمنع استخدام الواقي أكثر من مرة منعا باتا ويجب الانتباه كي لا يتمزق الواقي في حال كان امتاجه قديما أو قد ساء تخزينه أو أنه صغير أو غير مزلق بشكل جيد أو أن الشريكة الجنسية غير مطاوع في حال كان الواقي كبيرا جدا أو بدأ الانتصاب بالتراجع فإن الواقي قد ينزع عن القضيب وعندها يجب إيقاف الاتصال الجنسي ومحاولة إعادة الواقي أو استخدام نوع أكثر ملاءمة إضافة إلى الواقي الذكري يمكن استخدام الرغوة المانعة للحمل التي تقتل النطاف ولكن يجب الانتباه إلى أنها تسبب تخرش الأعضاء التناسلية وتزيد نسبة الإصابة بفيروس عوز المناعة البشري الواقيات النسائية الواقي النسائي هو عبارة عن أنبوب مطاطي مصنوع من البوليوريثان ومزلق مسبقة ومزود بحلقتين مرنتين عند كل نهاية وإحدى النهايتين فقط مغلقة يجب استعماله قبل البدء بالنشاط الجنسي حيث تكون نهايته المغلقة من جهة عنق الرحم لتمنع النطاف من الدخول إليه كلا النوعين من الواقيات فعال بنسبة حوالي 82% من الحالات لمنع الحمل كما يجب الانتباه إلى أن الواقيات النسائية أقل حماية من الأمراض المنتقلة بالجنس من تلك الذكرية